قالت وزيرة خارجية رومانيا لومينيستا أودو بيسكو إن مصر تعد من أهم الشركاء لرومانيا فيما يتعلق بالتبادل التجاري في العالم مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز المليار يورو خلال العام الماضي وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أعربت أودو بيسكو عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط مشيدة بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة نحن نعمل على بناء الأمن والسلام في منطقة الجوار إن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك يركز على الوضع الجغرافي السياسي والسياق الاقتصادي العلاقات قمنا بتبادل الأراء وتفاصيل حول موضوعات كثيرة بما فيها الثنائية وتعاون القطاعي والأزمة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين وإذ أعبر عن شواغيلي بالنسبة لتصاعد الموقف في منطقة الشرق الأوسط وإذ نقدر جود الذي بذلتها مصر على مستوى تهسير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر